من المعارك في شمال العراق إلى غربه حيث كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وجود خطة لتأمين الحدود بين العراق وسوريا وبسط الأمن في بادية الأنبار بعد أن أصبحت نهاية معارك الموصلقة بقوسين أو أدنى بدأ رئيس الوزراء حيدر العبادي بالحديث عن المرحلة المقبلة من الصراع مع تنظيم داعش مبينا أنها تتمثل بالوصول إلى الحدود العراقية السورية وتأمينها الاستراتيجية التي تحدث عنها العبادي تمثلت بتأمين المناطق المستعادة وانتشار القوات الأمنية وفقا لقدرتها على تثبيت الأمن والحفاظ على الكثافة النارية المطلوبة لمسك الأرض والتهيئة لاستعادة مناطق جديدة مؤكدا أن الاستعجال في شن هجوم على الصحراء واستعادة السيطرة على الحدود يعد بمثابة ورطة إذا لم تقم القوات المسلحة بتأمين كل الأراضي التي استعادتها من داعش وفي الوقت الذي تبقى فيه المناطق الغربية من الأنبار بانتظار عملية عسكرية تنهي صفحة سيطرة داعش على مدن المحافظة تتجه الاستراتيجية العسكرية في مركز اتخاذ القرار إلى التأني بالتوغل في صحراء الأنبار وعدم التورط بخوض غمارها دون وضع خطوط صد واستكمال جميع الاستعدادات اللازمة للمعركة التي بدأت أولى خطواتها بعمليات تطهير لمناطق شمال وجنوب الرطبة فيما يرى خبراء الأمن والدفاع أن طبيعة القوات التي يجب أن تخوض معارك الصحراء والهضبة الغربية تختلف تماما عن القوات التي تمكنت من الحسم في الموصل والسيطرة في حرب المدن وعلى ما يبدو فإن تأمين الشريط الحدودي العراقي السوري سيكون المرحلة المقبلة من مراحل الحرب التي طالت في العراق كخطوة لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل بالسيطرة على المنطقة الغربية بالكامل فيما تبقى مناطق أخرى في العراق كالحويجة مؤجلة حتى إشعار آخر